عندك ضعف زاكرة وقل التركيز وعندك امتحانات ان كنت شاب ولا بنت او من الكبار بالعمر وعم تبلش الزاكرة عندك تتعب يجيتكم بحل له حل جدا قوي ومجرب باذن الله بتروحوا لعند العطار والعطار يكون موثوخ منه بتقولوله يعطيكم 30 جرام من الجنسنج 50 جرام من القرنفل 50 جرام من اوراق الريحان 50 جرام من اوراق المورنغا 50 جرام من اوراق اللافندر او الخوزامة و30 جرام من الزنجبيل ونضع هاي المكونات كلها مع بعض ونطحنهم نطحنهم طحن نعمة وبدي منكن مرة صباحا ومرة مساءا ملعقة على الريق على كباية مي سخنة نحركها ملعقة صغيرة على كباية مي سخنة نحركها ومرة مساءا باذن الله الذاكرة رح تصير جدا قوية هاي الوصفة جدا مهمة للذاكرة مخفضة الى السكر منظمة للضغط معززة الاكسجين ضمن الدماغ يعني الناس اللي عندن بداية زهايمر فبكون الاكسجين ضعيف ريوصل للدماغ فهاي الخلطة بتعزز الاكسجين بتحارب الخلايا الحرة او الجزوع الحرة اضارة بالجسم بتخفض الكوليسترول بتساعد على ذابة الدهون بالجسم بتنشط القلب وصفة جدا رائعة من اكمل المقاييس يعني كيف ما قصة الوصفة هاي مفيدة مفيدة ايضا للبشرة مفيدة ايضا للحساسية بالجسم ايضا مفيدة جدا للنساء ومشاكل خربط الهرمونات ومشاكل الدورة الشهرية لكن اي اقوى شيء هاي تشتغل لموضوع التركيز والذاكرة للصغار وللكبار لحتى الناس يلي عنده بداية زهايمر والناس يلي عنده زهايمر لانه متل ما حكينا معززة للأكسجين بالدماغ شاركوا هذا الفيديو اللي تعمل فايدة للناس لانه هذا الفيديو كتير مهم واللي ممتابعوني تتابعوني كان معاكم ياسر عيسى